المشروع فيلم الورشة تأليف حسن موسى إخراجي إنتاجنا إحنا الاثنين أو إنتاج شركتنا لأسسناها وشركة الورشة فيلم للإنتاج أسسناها عشان ننفذ من خلالها الفيلم ده بشكل مستقل أنجزناه يعني خلال يمكن المشروع بدأ معانا من عشرين عشرين مرحلة كتابة وتطوير للكتابة بعد كده مرحلة يعني تكوين أو تجميع الفريق العمل الممثلين أو اللي وراء الكاميرا إلى أن تم إنجازه بالكامل في اتنين وعشرين يمكن يعني المعلومة اللي حابة أقولها أو اللي بحب أقولها دايما بخصوص نحن موجودين في مهرجان أسوان المرأة هو ما كانش لحد اللحظة دي يصنف كفيلم من أفلام المرأة ولكن هو اللي حاصل أنه عندنا شخصيات الفيلم الغالبية فيها سيدات يمكن ست خصص جوه الفيلم للسيدات من طبقات مختلفة ومن توجهات مختلفة من أعمار مختلفة كل واحدة فيهم ليها حدوتتها زي ما فيه اتنين تلاتة رجالة في الشخصيات ليهم حدوتتهم المنطلق بتاع الحواديد دي كلها من خلال أن المجموعة دي بتكون فرقة مسرح هواء من خلال مدرب تمثيل اللي بيقوم بدوره وانضال شافعي والمساعدة بتاعته اللي بتقوم بدورها صهر الصايغ الاتنين دول بيكونوا فرقة هواء على أمل أن يعملوا عرض مسرحي يقدموا فيه نفسهم للوسط الفني وللجمهور ويبتدي الناس تعرف هم مين والفنانين والوسط الفني يعرف مين دول بيقدموا نفسهم الفيلم بيدخل أو زي ما بنقول كده الكاميرا بتدخل لكواليس الورشة دي لكواليس الشخصيات دي التشابك لعلاقات اللي بتبتدي بينهم جوه الورشة مجموعة من الأشخاص بيعرفوا بعض الأول مرة وبيكتمعوا في مكان واحد جوه المسرح بيتقفل عليهم المكان لمدة تلات أيام فلابد يحصل نوع من التشابك ما بينهم الصراع العلاقات الجانبية اللي بتحصل الحكي مين عايز كل شخص فيهم عايز يلبس ماسك أو عايز يقدم شكله للناس اللي بيشوفوه الأول مرة دول بصورة هو مخططها مسبقا قد تكون مش حقيقية قد يكون فيها جزء كبير من الكتب إلى أن يتكشفوا كلهم في آخر الفيلم وبنبتدي نشوف شخصياتهم الحقيقية بتظهر المسكات بتختفي أو بتنتزع زي ما بنقول وبيبقى السبب في ده اللي احنا عايزين نقوله أو الرسالة اللي كان حريص حسام على أن هي توصل أنه فكرة إيه سبب التطهر ده أو إيه اللي عمل الحالة دي هو الفن أو حب الفن كمعادل للتطهر أنه لما نطلع الإبداع اللي جوانا لما نطلع طاقة الإبداع دي هنتحول لبنى قدمين حقيقيين هنتحول لبنى قدمين صدقين اللي بيحبها هيعرف يحب اللي بيمثل هيعرف يمثل وهكذا فكرة التحقق هتحصل لما يبقى عندنا الشغف ده يعني دي يمكن أبسط رسالة أو الرسالة الأولية اللي كان هدفنا نوصلها من الفن الحقيقة أو المشاركة في مهرجان أسوان بعتبر أن أنا محظوظ فيها لأنها المبادرة الحقيقة جات من تحديدا لأستاذ حسن أبو العلا حسن بالنسبة لي صديق قبل ما يكون مدير مهرجان أسوان من وقت ما كان وما زال هو طبعا صحفي مهم في البنطقة دي كان بيتابع شغلي كنت بأخذ رأيه فالحصل أن أنا فعلا كنت بأخذ رأيه مش بهدف دخول المهرجان أنا كنت خلصت المشروع وانتهيت منه وحابب أن أنا أخذ رأي أشخاص بسق فيهم ليهم علاقة وثيقة بالسينما يعني كان منهم حسن حسن تحمس جدا للفيلم الحقيقة ويمكن هو السبب الرئيسي أن الفيلم يكون موجود بحماسه ده يمكن هو تحمس أكتر مني أنا كمان ونقل حماسه ده الأستاذ محمد عبدالخالق رئيس المهرجان التحمس هو كمان بدوره لما شاف الفيلم فالمسألة جات من هنا يعني الدائرة دي جات بدأت من عند الأستاذ حسن أبو العلا